اشتركوا في القناة 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 اسم. كده رؤية. ان انا اقول ده اختبار. هو ده اسم. فيه علامات للاسم. طبعا انا عندي علامات كتيرة اقول الاسم. الاشهر. الاشهر. اه. قال لي ان كل قاعدة من القواعد مختصة بمجموعة من الاسماء. لكن في عندي قواعد عامة للاسماء. ازاي اعرف الكلمة دي اسم. قال لي اول حاجة انها تقبل الاف ولام. حلوة اول. يبقى اول اختبار كده لما اجه حطه. الف ولام يدخل على الكلمة. يبقى تقبل الف ولام. دي علامات الاسم. تمام. دي رقم واحد. طب رقم اتنين في علامات الاسم. رقم اتنين. قال لي تقبل التنوين. حلوة قوي. تقبل الايه? كلمة التنوين ايا كان تنوين بقى رفع ضم مصب المهم انها تبقى منونة في الاخر. تمام. تقبل التنوين. دي رقم اتنين. طب هو انا لازم تكون بتقبل كله. لا انا هدي شوية حاجات. بمرر الكلمة على كل واحدة فيهم. ده لو شكيت. اه طبعا. يعني انا لو قلقت ان دي كلمة اسم ولا فعل او اي مسمى. ادخل عليها الحاجات دي. رقم واحد. الف ولام. اتنين التنوين. اشوفها تقبل التنوين ولا لا. تلاتة. تقبل تاق التأنيث المربوطة. يقبل تاق المربوطة. اه. تمام. تقبل تاق التأنيث المربوطة. طب هنعد رقم تلاتة. انا دلوقتي عندي كلمة عدتها على واحد وعدتها على اتنين. وعدتها على تلاتة. لغاية النهاردة ما ايه? ما مشيتش معايا. تمام. لغاية دلوقتي ما مشيتش معايا. رقم اربعة اللي هنختم بيها وفي حاجات تانية او في حاجات تانية. بس احنا بنقول اشهر. احنا بنقول الاشهر. قال لي ان رقم اربعة واللي تمشي مع كل الاسماء يأتي قبلها حرف جر. يقب حرف الجر لا يدخل الا على اسم. يقب ما يجرش على اسم اصلا. ما يعرفش يجر فعل. الحبل بتاعه ما يربطش فعل. اه. لكن يربط اسمه ويجره. احنا لو بصونا السعيد لرقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة هنلاقي ان في اسماء لا تقبل واحد ولا تقبل اتنين ولا تقبل تلاتة. لكن نجي الرقم اربعة هتلاقي كل الاسماء بتقبل رقم اربعة. يعني هنقول هزيه مسلا. هزيه ده اسمه ايه? اسم اشارة. اه. هو اس. هو من عنوانه اسم. لانه اسمه اسم اشار. قال لك ان اسم اشارة طب الولد ممكن يطلق بط في كلمة اسم اشارة يقول لك ده حرف ده فعل اللي مش عارف ايه. قال لي هيجربها الاول هيدخلها المعمى الرقم واحد اللي هو بتاع الال. قال له هزيه. قال لي ما انفعش. اه. بطوله طب ماشي تجرب معمى الرقم اتنين. قال لي مش عارف هتيجي ازاي اصلا هزيه مجيش برضه. اه. قال لي هدخل التق المربوطة. قال لي ما هو فيها تق مربوطة. لا. هزيه اللي فيها هق مربوطة مش تق مربوطة. اه. واصلها ياء كمان. اه. قال لي طب ادخل عليها حرف جر. اه من هذه. تقبل. تقبل. حلوة قوي. يعني حرف الجر هو الاشهر منهم. وهو اللي بيعرف يجر صح ويجر الاسماء صح. لو جربته مع كل اسم. هلاقيها قدامي جرها. ومن غير كلام. لو احنا تخيلنا ان الاسماء عبارة عن لعيبة في ملعب. هم. في عندي بكات. عندي خط وسط. عندي خط هجوم. اللي هو القل والتنوين والتق المربوطة. الراجل ده حرف الجر ده الجوكر. بيلعب مع المدافع. طبعا. وبيلعب هنا وبيلعب مع كل الاسماء. كل الاسماء تقبل دخول حرف الجر قبلها. الاسماء. يبا احنا كده عرفنا الاسماء. وعرفنا يعني ايه اسم. طيب. سؤال تاني مباشر بقى لما ادخل كده على اللي انا هقوله. الجملة الاسمية بتتكون زي ما احنا قلنا من ايه وسحات من المبتدأ والخبر. طيب. احنا عرفنا المبتدأ. اول اسم بيبدأ به الجملة. ده الناصية. ده اللي هبدأ به. ابتدينا. الخبر بقى. هو ما يتم من معنى الجملة. بس. احنا جينا السنة اللي هما من همش ده. ها خلينا بقى في اللي احنا. ما عرفوش وده الصغير. ده المبتدأ با ده الخبر. ام. لا انا ما عنديش كلام ده خالص. احنا عندنا قلنا ايه? الفترة اللي جاية هي فترة ابداع. التعليم بالنظام الجديد اللي موجود في السنوية العامة هي راجع لتشغيل عقلك. ازاي تشغل مخك. ام. لكن قصة ان انا احفظ اسطنبا وامشي عليها وهي دي اللي هتبقى صح ومبتدأ ببعضه خبر. فيش كلام ده خالص. هتفضل طول عمرك ماشي على نفس الايه? على نفس السستن ده وانو على نفس النظام ده هتلاقي نفسك بتوقع لما تكبر. طب اعمل ايه? قال لي اول حاجة عشان خاطر ان انا ابدأ الجملة او ان انا احل الجملة صح ابقى عامل زي الصيدلي اللي بيقرأ الرشدة كزا مرة ويعرف بالزبط الادوية موجودة لانه لو اده ده وغلط ربما ايه? تمام. يسبب كارسة. انا بمسك الجملة اراها اكتر من مرة واحد واثنين وتنى اربعة وخمسة. لغاية ما فهمها كأنها قطعة قراءة متحررة. او كأنها زي ما حاجب تقول اوبشانز موجودة في الموبايل. عشان ما بوضش حاجة او طير الاسماء او طير السور او طير الايه? البرامج اللي موجودة. اقرى القطعة اكتر من مرة مرة واثنين وتنى وتنى وافهمها كقطعة كده انا لو ااخد منها معلومة. رقم اتنين هدور على المبتدأ ولقيته. هقول المبتدأ زائد ايه بقى? ها? قلنا هنقول المبتدأ معلش بقى استخدام اللفظ العام شوية عشان نقدر نفهم. زائد ماله ازا كان مذكر او مالها ازا كان مؤنس. هيساوي في الاخر الخبر. طب ممكن ادي جملة السعيد? احنا عاوزين نعمل اه يامي بس اقول لولادنا حاجة في حتي في الجمل دي. فبعض احيان الجملة كنفسها بتقبل متركبة. يعني انا لو جيت اتكلم دلوقتي. احنا هنقول احنا في مبنى ايه دلوقتي? الازاعة والتلفزيون. اه حلوة. ولو قلت كده وانا بتكلم. مبنى الازاعة والتلفزيون. مبنى عريق. اه خلاص. وبنيت الجملة. انا عاوز في الجملة دي بقى بس حاتم برغم انها جاي لنا لسه كده. مبنى الازاعة والتلفزيون. ايو اكتبها. مبنى الازاعة والتلفزيون. طيب لغاية هنا اصحات. لغاية الكلام ده. ميلو. حلوة اوي. شوفت انت عندك تلات كلمات. مبنى الازاعة والتلفزيون. انت انت المفروض لو انا هعد الجملة بالكلمات. انت جملة كملة دلوقتي? اه. ما هي? كتير اوي عندي تلات كلمات. هل ده فعلا دي جملة كاملة? لا طبعا. اللي انا قلته في الاول ده? في الاول. ده يعتبر كلمة واحدة. طبعا. يعني لما قلت مبنى الازاعة والتلفزيون انا مستمي. اه. في اي مبنى الازاعة والتلفزيون? مالو ده. اه? مالو. ابدأ اتكلم بقى ايوة. مبنى ايوة? مبنى بقى عظيم. هنا بدأت اعمل في ايه? زي ما انت قلت. اكمل الجملة? اكمل الجملة. اه. اعبر عن ده. انا قلت مبنى الازاعة والتلفزيون. ولقيت كلنا سكتين كده. مالو. في ايه? حصل في ايه? طب ايه اللي جراله? طب ايه اللي مجرالوش? يعني في كلام لازم يتقال بعده. ايه ما لسه جملته? اخوانا بقى. اولادنا اللي شغلين بالرص. يقول لك ايه? مبنى? اه ده اسم يبقى مبتدأ. اه اه اول ما اه. اه اه. على طول بعض الخبر يبقى ده خبر غلط يا جماعة. انا ما برصش كلمات. انا مش برص كلمات. يعني انا ما برصهاش. انا بفهم. النحو اصلا. بقول لك النحو ايه? نحو تسعة وتسعين وتسعة من عشرة وتسعة وتسعين من مية. من النحو فهمة بالدرجة الاولى. يبقى لازم ولادنا كده بنتكلم على الفهم. وقطع كمان اللي بتجينا اسمها قطع فهم. عشان كده لما اجا اتكلم دلوقتي مبتدأ بديت بجملة ماشي. اه عندنا قاعدة كانت زمان كده بس حتم يقول لك القصير قدام والطويل ورا. انا عندي القاعدة بتختلف في الجملة الاسمية. الطويل قدام وهو المبتدأ هو اللي دايما نراكز فيها قدام والقصير ورا. هل القصير ده اللي هو الخبر كدور لي مش ممكن بعد كده هو ينسحب من الجملة يقول لك انا اسيبها واجري واسيب الجملة الاسمية الواحد واسيب المبتدأ لوحده ينفع جملة اسمية من غير خبر. لغاية احنا دايما خطواتنا. خطوات ما لازم نقولها يبانا عندي جملة اسمية يعني مبتدأ يعني خبر. في حاجة عاوش تقولها في الجملة اسمية تاني? الاصل طبعا احنا بنقول الاصل في المبتدأ انه يجي معرفة. يعني الاصل في المبتدأ انه يجي معرفة. او يعرف بكلمة. او يعرف بالاضافة. اه يعني انا ده ما احنا قلنا مبنى. قلت مبنى ايه? الازاعة والتلفزيون. اه. عرفت كلمة المبنى بالازاعة والتلفزيون. طب الازاعة هنا هتتعرف ايه? يقع كلمتي الشهيرة مضافة اليه. سعيد بقى. قاعد فوق الستاد كمان. اه ناكرة زائد معرفة يجي مضافة اليه. اه. اه. قال لي طب اصلا حضرتك قلت هنا ان مبنى ناكرة. طب مهجات مبتدأ. لا ناكرة معرفة. اه. او معرفة. اللي بعدها عرفتها. اه. 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 لا ما اقول. مش انا لسه بنتكلم اصلاحية. معلم. وسكت. طب هو معلم. فيه الف معلم. هو معلم ايه? معلم لغة عربية. معلم رياضيات. معلم معلم. يبقى الكلمة نفسها في حد ذاتها ناكرة. اللي عرفها ايه? اللي بعدها. اللي جات بعدها اللي هي ايه? المعرفة او المضافة اللي اضيف اليها. طب. الجملة الفعلية بقى اصلاح. عشان برضو ننجز لولادنا النهاردة في كل حاجة. احنا قلنا قبل كده الجملة الفعلية لانها تبدأ بفعله. هنقول النهاردة هنضيف كلمة جديدة. وهنضيف معلومة جديدة ان الجملة الفعلية اللي فعلها تام. حلو. اه. ايه ده? هو في تام وفي ناقص. مو ما دام عندي تام اه لعكسي. الحكس بتاقيه موجود. اه. جملة فعلية فعلها تام ما يكونش من كانة واخواتها اللي احنا هناخد. تمام. اللي هنبدأ بيها ان شاء الله بازن الله او يعني مش هنبدأ بيها اللي احنا هناخدها ان شاء الله بازن الله السنة دي. مع مكررة اه مكررة الدرس رقم اتنين بعد انواع الخبر. تمام. هناخد كنا واخواتها وبعد كده هناخد انا واخواتها. اه الجملة الفعلية اللي فعلها تام قالوا ان هي بتتكون ادي اهو الرسمة الجميلة بتاعتنا. الخرائط الزهنية. الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل. من فعل وايه? وفاعل. انا بسأل بقى سوء ايه. اه ما فيه مفاول ديه. اه في فين الدنيا تانية مش هناخد دايما فعل فعل مفعول. فعل فعل مفعول. اه. المفعول فيه? المفعول ده انا ممكن ازوده لبجملة ضقت. بص انا بزوده ايه اهو? مفعول به. ليه? لانه مش اساسي. حلو اول. يعني المفعول ده هو لعب احتياطي وقت ما تزنق ليه ينزل. اما احتاجه. اه. انا محتاجه. اه. انا محتاجه. اه. الفعل اللي موجود اللي معايا ده اول. بيحتاج لمفعول به. وهو ممكن انت الفعل تعمله. فانتش محتاج لمفعول به. خلاص. هي كملة الجملة بالفعل. زي ماقول ايه? استيقظ المعلم. خلصت. هو عاوز استيقظ ايه تاني? اه منش عايز حاجة تاني. تمام. اه جاء الرجل وخلصت الجملة كده. يبقى ده فعل ايه? مش محتاج لمفعول. خلاص اه. اه. يعني فممكن الجملة يبقى فيها ظرف. يقول ايه خرج الطالب صباحا. او او جر ومجرور. اه او جر ومجرور. او وصل المعلم الى المدرسة. اه. الى المدرسة هنا هنا محتاجناش لايه? طب انت موضوع اللازم والمتعد ده مش على ستة بتدقي على اقول عددي. اه اه ده لي حالات تانية خالص. فاحنا بنتكلم في ايه? ان انا عندي النهاردة ان الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل فقط. المفعول به ازا احتاج له ازا الجملة احتاجت. انا عندي فعل. بيحتاج لفعل ومفعول. ازا الفعل اكلة. جميل. بيحتاج لآكل ومأكول. تمام. يبقى فعل فعل تكمل الجملة. التكملة دي جات مفعول به ماشي. جات جر ومجرور ماشي. جات ظرفي ماشي. مجاتش خالص هي حرة. المهم ان انا عندي فعل وايه? وفي فعل. اطلع ازا الفعل. ازاي اطلع الفعل اللي موجود عندي? اه 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 نجتمها باللغة العربية ولا باللغة العامية كده? باللغة العربية الفصحة ونخليها شوية فصحة. اه. نخليها فصحة يعني راحة كده. اه. هنقولي من اللذي او من اللذي زائد الفعل هيساوي الفاعل. القعدة دي ستة مش خاصة في ستة بتدقي بس. اه. القعدة دي موجودة في كل الدنيا. من اللذي زائد الفعل يساوي الفاعل. طب لو هنقولها بالعامية مين اللي او ايه اللي زائد الفعل? حلو او. اه. اقول لك خرج الطالب اهو خرج الطالب صباحا. ماشي. من اللذي الفعل عندي ايه? خرجة. اهو ادي الجملة ايه? عشان نمسش الكلام بتاعنا. خرج الطالب صباحا. الطلبة بتوعنا هيزعاله. اقول لك احنا عايزين من ايه? لسه المدرسة دي يجي لبقى نخرج صباحا. هم. همشي عليها الايه? القعدة بتاعت دي. الفعل بتاعي مين? خرجه. ندخل عليه مين? من اللذي? من? الذي خرج? خلاص كده. يبقى هو ده الفاعل. اه الطالب. يبقى الفاعل. تعالي نشوف جملة تانية. يعني نشوف جملة تانية. يعجبني اسلوب المعلم. يعجبني اسلوب الايه? المعلم. شايف الجملة قدامك هي. ما الذي من عندي من اللذي ومن الذي. يقولي ايه? ما من الذي يعجبني. واحدة هيقولك المعلم غالط. طب ليه غالط? هو هنا الاعجاب مش جاي من المعلم. ما الاكيه الاعجابة لي? هتاخد من لذي. ما الذي يعجبني? هو هنا بقى يرميلي على مين? على الاسلوب. انا المعلم اللي عجب انا ما بشوفش المعلم اصل انا المعلم بتبع عن طريق لايه الراديو يباificا لما اجي يقول لي انا حاجة بسحاتني لمايجي تعرف الفاعل يقولك ايه الفاعل هو منقام بالفعل الحلو كدة منقام به في اي توقيت اما انت قلت اكل يبـه مين اللي كل هو دا الفاعل لعبه مين اللي لعب يبه هو دا الفاعل اللي انت بتتكلم عنه منقام بالفعل طب انا هنا في الجملة هطبقها ما الذي اهيه زائد الفعل ما الذي يعجبني? الجملة قدامك السعيد هي اسلوب المعلم. يبا ده الفعل. يبا ده ايه? قال لي طب المعلم لأ قال ايه? قلت له لان مش المعلم اللي عجبني. انت لو صنفتها وانت ما تجيبش اي اي عاقل موجود وخلاص وتقول هو ده. يبا انا بدور على الحاجة اللي انت بتتكلم عنها. انت بتتكلم عن ايه? عن الاسلوب. ايه اللي اصار اعجابي? اول ما شفت استاذ سعيد قدامي? يبا. ولا اسلوب استاذ سعيد. انا طول ما انا شفت استاذ سعيد قدامي انا اخيات منه. استاذ سعيد اول ما دخل الفصل انا اخيات منه. ومش قادر اعط في الحصة وعايز الحصة تخلص بالعافية. اول ما استاذ سعيد بدأ يتكلم ويتناقش معانا اسلوبه عجبني. لكن استاذ سعيد ذات نفسه ممكن ربما من الوهلة الاولى يكون ايه? سبب لي رهبة. لكن اول ما يتكلم يبا ايه اللي عجبني? اسلوب المعلم. عشان كده احنا اتفقنا على النحو ده فاهم. ومش مطلوب ان هو عامل زي الرياضيات كده واحد واحد يساوي اتنين وده حقيقة. لازم تكون فعلا ملن من الجملة ازاي? على فكرة الطلاب السنوية عامة ويمكن السنة دي كان امتحان سهل جدا. وفي طلبة شطار جدا واقعوا في النحو. اه. برغم انه كان حاجات حاجات بسيطة على فكرة. طلبت الصف السادس في اقتدائي بتوع السنة اللي فاتت بتوعنا. كانوا بيحلوا فيه. اه. ولكن في حاجات انت انت عارف اللي هو ايه? ما بداش تاسهب ده. سبتها. فعشان كده بعدت عامها وقعت منك. لا ده في حاجات بقى احنا اه بعض طلبة الصانوية عامة لك احنا متوقعناش انها الجنة في صانوية عامة الاسئلة دي. ما حيئة. فاقتقرنا ان في حاجة تانية خالص. محساعة لما جيلك سؤال سهل قوي. تقول معقولة لا يا راجل. انت اصدك السؤال ده اجري على البيعيد وهو القريب اللي هو عاوز. يعني اه اه اجله. لا نائب عن مفعول واطلق. درس هو واخده في ثلاثة سنة. ما هو كله هو دور على البيعيد. انا بقولت دور على البيعيد. احنا بنتكلم في ايه? انا عايز بتاع ستة التدائي اللي هو بيتابعنا. وكتير او على فكرة معظم جمهور مدرسة على الهوى بيبقوا متابعين سرقين. يعني بيبقى مثلا ليه اخ كان في اه يعني اه ابناء مدرسة على الهوى النهاردة في جامعات. برنامجنا. اه طبعا. يعني برنامج انا وصل السعيد برنامج جمهور العربية لصف السلس الاتدائي. ابناء مدرسة على الهوى النهاردة مع اول اطلالة لمدرسة على الهوى. على الهوى فعلا. النهاردة دول دخلوا جامعات. يا حقيقة. خلينا بقى اتكلم على حتة بالتوهني وانت كنت لسه اقيلها عشان ادخل في المفعيل التانية. صد. المفعول به. مم. قاعدة سابتة المفعول به على انه احنا قلنا كمل الجملة كملت. جره مجرور او او. طب لو مفعول به صريح. هل هو معرف ان انا عرفه? اه. تمام. الفعل زائد انا نفسي الناس تكتب وراي. من وماذا? من وايه? او ما? اي حاجة. هيساوي المفعول به. هيساوي ايه? المفعول به. لما اجا اقول مسلا جملة بسيطة بتاعتنا اللي هي بتاعت شاربة. الولد اللبن. اه جملة. اه دي جملة بتاعتنا. كان عندنا زمان كده يقول لك امل وعمر وعمر وامر مش عارف كان حاجات برضو زي كده برضو احنا عندنا شاربة لولد اللبن. ما بيخلص اللبن والولد ما ببطلش شرب عشان جملتنا تفضل شغال. انا بقى غيرت الجملة بقى. اه. شاربة اللبن طفل صغير. الناس اللي بترس بقى يعني عندنا حبيبنا اللي بيعودوا يرسوا يقول لك الفعل يبقى فعلي بقى مفعول به. يمين. اللي بحب يرس كلمات. يقول لك شاربة فعل ماضي. اللبن فعل مرفوع ما ترفعوا الضمة والفتحة لا حطانه والله. حتى لو ما تحطتش. طفل. اه. ما تقول به منصوب. ده واحد بي ايه? بيقول الفاظه مصطلحات بس. لكن لو اشتغلنا على النظام بتاعنا هنقول ايه? من الذي زائد الفعل يديني الفعل. من الذي شارب? يبقى الطفل. اهو. اهو. همشي اهو ادي الجملة هعمل المسودة بتاعتي. من الذي زائد الفعل اللي هو شاربة يبقى من الذي شاربة طفل. يبقى طفل هنا فاعل. طفل هنا ايه? فاعل. طب شاربة من او ماذا? شاربة ماذا? هنا بقى اه اه تصنيفة المفعول به اللي جاي. شرب ايه? شرب لبن بقى شرب اه عصير ايا كان اللي شربه. المهم هو اللي تشرب ده هو المفعول به. اللي هي باللغة العامية كده شرب ايه? اه تمام. شرب ايه? يعني ماذا? يساويها في اللهجة المصرية كلمة ايه? شرب ايه او مين? يعني اقول مين اللزم? من اللي? او ايه اللي? زائد الفعل يديني الفاعل. طب الفعل زائد ايه او مين? يديني المفعول به. يديني الايه? شرب ايه يا عام? هيقولك شرب اللبن. ايه ده? ده انتو بتتحكوا علينا بقى? طب نتحك ليه? قالك ازاي المفعول به جابل الفاعل. ما احنا قلنا اللغة العربية او النحو بمعنى صح ما هوش مجرد بس كلمات. يبقى الترتيبة نفسها مش مؤتمدة. يعني حاجة كده مش استنبه محفوظة وبس. احنا بنغير على حسب نوع الجملة اللي موجودة وترتيب الكلمات اللي موجود. يجي الفعل قبل المفعول مفعول قبل الفاعل. القضية ما بقاتش ترتيبة نفسها. طيب انا عاوز بقى كمان عشان بقى كملت الجزئية دي. انا عندي علامات اعراب. طب. عشان بقى يبقى ميناله. انا قلت جملة فعلية. جملة اسمية. ابتدأ خبر. فعل فعل مفعول. علامات الاعراب بقى اصلية وفرعية وعلا شوفها كده ونوعها. اللي اقسمك بقى من الاصلية والفرعية دي. ايه من الفرعية? اه. خليني في الاصلية. يعني احنا هناخد الفرعية دي. بعدين. خلييني في الاصلية. الله لما ناخد جامع المذكر سالم ولله مو سالم. هناخد الاول هنقول ده مش مش علامة الرفع. هناخد نوعه مرفوع ولا مجرور ولا منصوب. المرفوعات اللي علينا احنا هنقسمها كده ادي المرفوعات. وعندنا ايه تانية السعيد. المنصوبات. مم. الحاجات اللي بتتنصب. والمجرورات. ما فيش مشروبات? المجرورات. انت كله قات قات. كويس. ماشي. في مأكلات. تمام. يبقى انا عندي رفع نصب جرد. اه. تمام. انا هتكلم لغاية النهاردة. اه. مش بعد كمان. بعدين هنقول اللي جاي. اه. المرفوعات اللي احنا خدناها كلها. المبتدأ. وبنعمه. اخوه. الخبر. والفاعل. دي من المرفوعات. دي من المرفوعات. المنصوبات عندي ايه? المفعول به. والظرف. والظرف. والمفعول المطلق. والاجله. المجرورات اسم المجرور والمضاف اللي. عندك حاجة سيد? ده كل اللي عندنا. اه. لا مش اللي عندنا. اه. اللي كان عندنا. يعني ده 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 على فكرة. لغاية ما حنا زي ما بيقولوا كده. اه. ما يجي لنا حاجة افديت جديدة نقدر نقولها. اه. يبقى عندي رفع نصب جرد. سؤال بقى كده اه مختلف شوية. احنا قلنا جملة اسمية. وجملة فعلية. صح? اه. في الحالات اللي عندك دي. التلاتة بيشتركوا في اسمية وفعلية في اسم وفعل? يعني انا عندي رفع نصب جر. اه. حلو كده? طب انا السؤال ده هسأله لك بس بعد الفاصل. ايه رأيك? طيب. اولادنا بعد الفاصل فكروني بسؤال اللي انا سألت والاستاذ حاتم فاصل ورجع لكم ان شاء الله. سؤالنا لسحاتم يعني انا كنت سألت سؤال اه فاكروا حضرتك لسه لغاية دلوقتي. انا تلات حالات عندك. اه. رفع والنصب والجر. اه. بينطبق على الاسم والفعل. لا طبعا الاسم هو الوحيد الذي يرفع وينصب ويجر. الفعل يرفع وينصب بس. لكن ده مش علينا الفاصل الدراسي دوا. علينا الفاصل الدراسي التين. يبقى حالة الجر ده مستسناه من الفعل. عشان كده بنقول ايه دايما? لو رحيصت حالك ايه المجرورات لعندي. الاسم المجرور وده اسم. تمام. والمضاف ايه لازم يكون اسم برضك? بحالة الجر مختصة. بحالة اسماء ايه? الاسماء. نعم. الفعل بقى هنتكلم فيه في حاجة تانية. ان شاء الله. عشان كده حان هنلقل نقلة اسم الفعل مع انا بقى انتظرونا بعد الفاصل حلقة مع الاساس حاتم في الصف الاول.